الله أكبر الله أكبر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين قال تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم وكذلك اجعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون صدق الله العلي العظيم يصادف يوم غد ليلة ميلاد السبط الأكبر الأمام الحسن المشتبى صلوات الله وسلامه عليه بهذه المناسبة هناك عرض لجانب من أهم الأدوار التي قام بها هذا الإمام العظيم أهل البيت عليه الصلاة والسلام الأئمة الأطهار وبالخصوص الخمسة الطاهرة قاموا بأدوار سياسية مختلفة النبي صلى الله عليه وآله كل عمرة السياسي كانت خاضة حروبا مفروضة عليه تسع سنوات في المدينة هذه تشكل الحياة السياسية للنبي صلى الله عليه وآله كلها كانت حروب كل سنة تقريبا عشرة حروب كل سنة حروب وغزوات فرضت على رسول الله صلى الله عليه وآله في العمر السياسي النبي صلى الله عليه وآله ما مارسه بشكل واضح إدارة دولة وإدارة نظام حكم على عكس أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يعني ما سمح له تصوره في كل سنة تقريبا النبي حوالي تسعين معركة خاض فرضت ضد النبي صلى الله عليه وآله تسعين في تسع سنوات نيف وثمانين معركة ويني لحق كل معركة متطول بعضها على كل حال بعضها تصير ستة شهر تطول روحها وردها المعارك والسريات التي كان بالنتيجة يبعثها رسول الله صلى الله عليه وآله أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام الحياة السياسية له خلال أربع سنوات الذي حكم انصرمت في إدارة الدولة إدارة مفاصل الدولة إدارة بيت المال الولاد صيانة الدولة نظام حكم مارس نظام حكم دولة كبيرة 52 دولة من دول هذا اليوم كانت تحت حكم أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام سياسة أمير المؤمنين سياسة إدارة دولة نظام حكم الزهراء صلى الله عليه الحياة السياسية فيها كانت تمارس المعارضة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام الحياة السياسية لديه كان ثائرا في زيارات الإمام الحسين هذا التعبير وارد الثائر مو ثار الله ثار يعني انتقام هذا هو وارد في كثير من زيارات الحسين السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره لا الثائر الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام انقلب على نظام الحكم حياته السياسية الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام حياته السياسية أعقد حياة سياسية في كل الأهم عليه الصلاة والسلام وهذا يكشف دور الإمام في حفظ الشيعة وأبناء الشيعة كم مهم أعقد ممارسة خاضها المعصومون صلوات الله عليهم أجمعين في الحياة السياسية هو ممارسة الإمام الحسن عليه السلام لاحظوا السياسة سياسة الإمام الحسن سياسة الحرب كانت يعني حرب التي فرضت ضده فرق عن سياسة الحرب عن رسول الله النبي صلى الله عليه وآله كان يخوض حرب عسكرية حياته كلها حرب عسكرية الإمام الحسن حياته كانت حرب سياسية مو عسكرية مو نظامية سياسية الحرب السياسية يعني شنو لاحظوا أعقد مفردة في قاموس الحياة السياسة ليش لأن السياسة لعبت أمهر أباقرة الكون السياسة لعبت أذكى خبراء العالم السياسة لعبت هذولة أعقد كلمة في قاموس الحياة السياسة والسياسة والسياسة هي تبتني على يعني سياسة إدارة الحكم المادية مو الإدارة الإلهية اللي هو طريقة أهل البيت عليهما الصلاة والسلام وساسة العباد لا السياسة المتداولة الحرب السياسية غير الحرب العسكرية الحرب العسكرية هو إنسان يشن حرب وصير معركة وقتال الحرب السياسية تبتني على الخداع وعلى التلاعب بالأوراق التلاعب بالعقول هذا اللي فيه غاية التعقيد هي السياسة أعقد كلمة وهي تبتني على ثلاثة أركان هذا مهم جدا أولا السياسة السياسة خاصة سياسة الحرب الحرب غير النظامية غير العسكرية أولا على الصفقات السرية عندما ترشي شخصا مهما يكون يمكن الإنسان على كل حال أي شخص يرشيه بالصفقات السرية المبالغ الطائلة اللي تعطى للفرد ويمكن أن يكون قائدا ويمكن أن يشترى شراء الذمم هذا الركن الأول في السياسة شراء الذمم لا تقوم السياسة إلا على هذه الأركان الثلاثة ثانيا الحروب بالوكالة استفادة استخدام اللعب بأوراق الجماعات المتطرفة مثل الخوارج مثلا دائما دائما في مر التاريخ أكو جماعات متطرفة أكو جماعات على كل حال متشنجة اللعب بأوراق هؤلاء من أركان العمل السياسي الركن الثالث هو التصدي للتصفيات الجسدية والتسقيط الإعلامي تصفية إما شخصية أو تصفية للشخص هذه ثلاثة أشياء هذه الأركان الثلاثة والله العظيم لا يقاومها أعظم جيش في العالم هذه الخداع اللي يستعملوا قادة السياسة في تثبيت حكمهم الله تبارك وتعالى في القرآن يقول وقد وقد مكروا مكرهم قد بالتأكيد وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال هذا اللي أقول لا يقف أمامه أقوى جيش في العالم هذه اللعبة السياسية الجيش عمل عسكري العمل العسكري لا يقاوم حقيقة أكبر جيوش العالم في عالم اليوم أنتوا لاحظوا بهذه اللعبات هذه الأركان الثلاثة استؤصلوا عن بكرة أبيهم مو فقط انهزموا لا هذا الشيء اللي مارسه ومعاوية ضد الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام نفس الطريقة لعب سياسة الحرب مو الحرب النظامية العسكرية لا لعبات كيف عبيد الله بن عباس ابن عم الإمام الحسن ابن عم الإمام الحسن هذا أقرب الناس إلى الإمام الحسن اشترى بمليون درهم ألف ألف درهم اشترى مو اشترى هو كان قائداً لجيش الإمام الحسن كان قائد اشترى واشترى من معه كل القادة اشتراهم تسلل ليلاً من جيش الإمام الحسن راح صب معاوية هاي الصفقات السرية القادة يشتروهم والبعض اللي ما يمكن اشتراءهم يتم تصفيتهم تصفية جسدية أو تصفية تسقيط وصحيح وبعدين يتم اللعب بالأوراق والخوض فيه الشيخ المفيد عنده كتاب الإرشاد هذا من أبرز الكتب الشيعية كتاب الإرشاد الشيخ المفيد ألف سنة قبل الشيخ المفيد ألف سنة ميت من أبرز مصادر الروائي للشيعة مجلدين الكتاب الإرشاد المجلد الأول في حياتي أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام كله كل المجلد المجلد الثاني في حياتي بقية الأهم عليه الصلاة والسلام الهدعش شوفوا يصرح أنه كان الخوارج هاي الجماعة المتطرفة كانوا من أركان جيش الإمام الحسن ضد معاوية معاوية استعمل نفس هؤلاء في الحرب ضد الإمام الحسن حرب الوكالة في داخل يعني لعب بأوراق هذه الجماعة المتطرفة لعب بأوراق حول حرب في داخل حرب هذا يسموه حرب الوكالة حرب النيابة والله لا يقاوم هذا الحرب أقوى جيوش العالم ما يتمكن ما يقدر واحد يقف أمام هذه اللعبات الداخلية كيف أنه هؤلاء بالنتيجة نهضوا ضد معاوية وهم كانوا يكرهون معاوية الخوارج أصلاً خرجوا على أمير المؤمنين ليش صالح معاوية ولكن تمكن معاوية باللعب بأوراقهم شوفوا شلون هاي سياسة هذا حرب السياسة حرب السياسة الشيخ المفيد لاحظوا أول المجلد الثاني يبدأ بحياة الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام صفحة عشرة شوفوا وصفحة هدعش يصرح أنه كيف كانت الخوارج ضمن جيش الإمام الحسن وانقلبوا على الإمام الحسن بالتلاعب من قبل معاوية يصرح هذا الشيخ المفيد التواريخ مليئة بهذه التفاصيل اللي موجودة حرب الوكالة هو قاعد مكانه ويشيش جماعة هذول إفراطيين دائما الجماعات المتطرفة الجماعات المتشددة بسهولة يمكن التلاعب بأوراقهم هذا في السياسة جدا سهل فشنو هو يقعد براحته ولا يستنزف فيستنزف جيش الإمام الحسن أشد أنواع الاستنزاف حتى ينهيه والله لو لا سياسة الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام في صلحه مع معاوية كان يستأصل الشيعة عن بكرة أبيهم شيعة هم ناس بعضهم أصلا عشائر هم بأبسط الأمور تشترى ذممهم والمبالغ والمبالغ المشكلة أن الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام هم كان يقدر يشتري ذمم بس هذا ما يجوز إن لله جنودا من عسل مو في قبال هذه اللعبة الهائلة ما كانت أقول الشيعة تقاوم ابن شعب الحراني هذا في كتاب تحف العقول أيضا من أهم المصادر الروائية للشيعة أيضا في عهد الشيخ المفيد هذا سنة أربعمية ميت هذا ألف سنة أكثر ميت يصرح يقول الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام سلمت عليه الشيعة الشيعة بأسلام عليك يا مذل المؤمنين شوف شنو الوضع خطير كان الإمام الحسن شي سوي أمام هالجهلة مجموعة من الجهلة وأمام هذاك الدهاء شوفوا الإمام مقاصر الله في القرآن يقول ولو شاء ربك لما فعلوه الله مقاصر الله مغشيم الله ما ينغلب الله معاجز بالنتيجة يقدر ولو شاء ولكن شنو وكذلك جعلنا الله يقول أنا 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 الله لكل نبي عدوا خل منه هذا العدو شياطين الإنس والجن شيطان مو إنسان عادي عبقري عبقري داهية داهية بعدين لكل نبي هذا النبي مفرد يعادي فريق من الأعداء وأعداء شنو عباقرة عباقرة إنس وعباقرة وعباقرة جن شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورة واحد إن شياطين ليوحون إلى أوليائهم الإنسان البسيط الساذج كيف يقاوم أمام هذه اللعبات الكبرى جيش الإمام الحسن كلهم وصفوا الإمام السلام عليك يا مذل المؤمنين أقرب الناس إلى الإمام الحسن وصفوا بهذا الوصف حواري الإمام الحسن وصفوه بهذا الوصف شوفوا التاريخ الكتب الروائية صرحت حجر بن عدي من أجل الحواريين للإمام أمير المؤمنين من أجل الحواريين للإمام الحسن عليه السلام كان يصف الإمام الحسن بمذل المؤمنين حجر هذا القضية شوفوا وين وصلت إلى هذول اللي كانوا في غاية الشرف في غاية الشرف انقلبوا على الإمام الحسن هذه الرواية ما أريد أفصل بها شوفوا شلون فدواحد أكو من أكبر يقال يقال ما أدري اسمه مايكل بورتر ما أذف أمريكي يقال من أكبر منظرين الاستراتيجية في العالم يقولون حي هو عنده كتاب في قواعد الاستراتيجية يذكر بحث مفصل أن الاستراتيجية كيف توضع خطة استراتيجية استراتيجية أي عمل في أي مجال في الاقتصاد في السياسة هذا من أكبر المنظرين أندفت نصف نصف سطر مقدمة لهذا الكتاب يقول كل هذه البحوث هذه بحوث عن وضع الخطة الاستراتيجية أي عمل كبير عظيم عندما الإنسان يريد يخطط إلى شنو مقومات التخطيط الاستراتيجي مطلب بحث مفصل ثم في بداية الكتاب يجيب نصف سطر يقول هذا البحث كله عن الاستراتيجية أكفت شيء أهم للإستراتيجية اسمه جوهر الاستراتيجية يقول جوهر الاستراتيجية هذا نص عبارته جوهر الاستراتيجية أن تختار ما لا تفعل شوفوا الإنسان يريد مثلا يدير شركته خب لازم يخطط لازم هناك مبادرات لازم هذه المبادرات ضمن قوانين هذه يسموها استراتيجية خب روح الاستراتيجية شنو المبادرات والإقدامات والتخطيطات والقواعد الاستراتيجية هذه جسم الاستراتيجية روح الاستراتيجية أن تختار ما لا تفعل أن تختار ما لا تفعل الإنسان مثلا يضع خطة استراتيجية لإدارة العائلة شنو لازم أنا كيف أبادر في خدمة العائلة في تنشئة العائلة صحيح هذه كلها يسموه استراتيجية أما لازم في نفس الوقت أفكر فتشغلات لازم بالعائلة بكل صورة ما تصدر مني هذا يسموها الروح الاستراتيجية الإنسان بانفعال واحد يدمر كل العائلة خمسين سنة جهود بانفعال واحد أنت إذا شلت إيدك هفت راجدي العائلة كلها تنهار خمسين سنة تعبت نشئت يصير طلاق إذا صار الطلاق كل الأولاد يضيعون خلاص هذا الانفعال لازم تدري أنه كيف تتصرف كيف تعمل كيف تنشئ ترقي بس في نفس الوقت لازم تقرر أنه فتشغلات ما تصدر منك بكل صورة ما تصدر منك هاي شغلة واحدة اللي يعبر هذا يقول جوهر الاستراتيجية أن تختار المام الحسن مارس جوهر الاستراتيجية دون كل بقية الأهمة حتى رسول الله صلى الله عليه وآله لا شك رسول الله أشرف من المام الحسن بس لاحظوا هذا الدور مثل المام الحسن عليه الصلاة والسلام مارس التضحية أعلى درجاتها هذا مو معناه أنه أشرف من رسول الله ومن أمير المؤمنين ومن المام الحسن حتى المام الحسن عليه الصلاة والسلام مو أشرف أفضلية الحسن لا شك هو قال أخي خير مني ولكن إنما هو الدور شوفوا أن الإنسان لا ينخدع لا ينجرف في المعارك بالوكالة إذا الوضع ما يسمح لا ينجرف وإلا يستأصل يستأصل إجا قال له هذا ابن أبي ليلى أو ابن أبي الليل أكو خلاف في اسمه من أصحاب الإمام الحسن من خيرة أصحاب الحسن يقول أنا جيت راكب الحسن كان واقف أجيت شفته شوفوا شلون منفعل أنت احترم هذا إمامك هو يقول بأبي أنت وأمي يقول له للحسن بس شنو يقول من على الفرس قلت له السلام عليك يا مذل المؤمنين أنت تعال ولا أنت انزل احترم إمامك هذا هذا من خيرة الأصحاب يقول لأمام الحسن عليه السلام مسك الفرس قال لي تعال انزل نزلني قعدني شربني شوية على كن أخذ من خاطري بعدين قال لي ها شنو قلت رادي يشوف أنه بعد الحماوة باقي عندي أو لا قال لي شنو قلت ماذا قلت فشوف يبدو هاي الحماوة ما أبدا ما نزلت يقول قلت له قلت السلام عليك يا مذل المؤمنين الأمام عليه الصلاة والسلام قال والله أنا مو مذل للمؤمنين والله أنا رافع راس المؤمنين الحرب مداماً هو الخيار الأصح إذا الأمور مو مستتبة الحرب أسوأ خيار الحرب يدمر الأمة كلها خل أقراركم فت سطرياً من كتاب شوفوا شلون صارت هذا يمكن سامعيها من كتاب الإرشاد للشيخ المفيد المجلد الثاني صفحة عشرة وصفحة دعش خطوة سطرياً شوفوا هاي عبارة بعدما خرج الإمام الحسن لقتال معاوية صعد المنبر الإمام فخطبهم فقال أما بعد فوالله إني لأرجو أن أكون أنصح خلق الله لخلقه ألا وإنما تكرهون في الجماعة خير لكم مما تحبون في الفرقة ألا وإني ناظركم خيراً أعطيكم نظر خيراً من نظركم لأنفسكم أنا نظري أحسن فلا تخالفوا أمري ولا تردوا علي رأيي كان شنو هو خارج للقتال وألقى هذا الخطاب شنو صار فنظر الناس بعضهم إلى بعض هذا شنو دي يقول واحد يقول للآخر وقالوا ما ترونه يريد بما قال واحد يطالع الله يقول شنو دي يقول هذا مقصود شنو قالوا بعضهم جاوبوا نظنه والله يريد أن يصالح معاوية ويسلم الأمر إليه فقالوا كفر والله الرجل منهم هذول قادة حربه هذول اللي جايين قاتلوا شلون كفر وما قايل شي بعده دي ينصحكم قالوا مقالة اكتفوا عليه عبد الرحمن بن عبد الله الأزدي فنزع مطرفه مطرفه يعني رداء هذا رداء كرامة الإنسان نزع رداء رزاء الأمام الحسن عن عاتقه ثم بدر في قضية بدر إليه رجل من بني أسد يقال له الجراح ابن سنان فأخذ بلجام بغلته بغلة الإمام وبيده مغول مغول يعني السيف يعني يعني سيف صغير هالشكل على كلها أو خنجر قولوا مثلا وبيده مغول وقال الله أكبر أشركت يا حسن كما أشرك أبوك من قبل ثم طعنه في فخذه فشقه حتى بلغ العظم فاعتنقه الحسن عليه السلام وخر جميعا إلى الأرض المهم كان البغلة ما قدر يقاوم وخر جميعا هو وقع على هذا الرجل ما أريد أفصل حقيقة البحث يطول وانت روحوا أخروا وشوفوا كيف هؤلاء مجموعة كانوا اللي يقول لي كفر أبوك أشرك أبوك أشرك أبوك هذا منه هذا هاي جماعات المتطرفة هذول القوارج كيف شيشهم كيف لعب بأوراقهم معاوية في هذا الظرف الإمام الحسن شي سوي مع هذا الجيش انتوا لاحظوا شلون هذه الأمور تحدث ما كفد واحد يقوم يدافع عن الإمام الحسن أكو في التاريخ أنه فد واحدا وقف هذول يجوا في سحبه والبساط من الإمام فد واحدا وقف وأكلفت كفخة يمارس في الدفاع شلو هاي القضية كل هذه الأمور تحدث من دون أن يحدث مقاومة من أحد من أصحاب الإمام الحسن وينكم انتوا ذولاك اللي هم كان واللي ما كانوا يعتقدون بكفر الإمام الحسن كانوا يعتقدون أن هذا التصرف من الإمام ذل وسموه بمذل المؤمنين شوفوا شلون حدث هذا شلون واحد يقدر يقاوم يقاتل بهذا الجيش الخانع المنكف المنفعل المتطرف المتشد أحسن شيء أنه يصالح معاوية أحسن شيء أنه يصالح معاوية نعم الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام ما صالح معاوية فقط وانكفع على ذاته وماع لا لا شوفوا أكفت شيء ثاني أكفت شيء ثاني أهم كتب علم النفس في العالم هذا الكتاب اسمه أطلس علم النفس يبحثون أهم مباحث علم النفس هي علم النفس الجماهير أن الجماهير على كل حال علم النفس كيف يمكن قيادة الجماهير كيف يمكن صيانة الجماهير هذا من أهم بعوث علم النفس والله العظيم هذا أذكركم نص الكلام اللي من نفس الجماهير يقول الجماهير شوفوا اسمعوا هذه الكلمة عبارة دقيقها الجماهير كالجماعات المشاغبة تبحث في لا وعيها عن خصم الجماهير مثل الجماعات المشاغبة لازم تبحث في لا وعيها عن خصم وأن ردود الفعل لدى الجماهير يتلاشى إذا لم تمارس مقاومة حية شوف الجماهير إذا ما تمارس مقاومة شيء فشيء تتلاشى تضمحل هذا أهم نظريات علم النفس في علم الجماهير الجماهير لازم تمارس مقاومة فالإمام الحسن عليه الصلاة والسلام في نفس الوقت اللي صالح معه ما انبطح ما جعلها سائبة بيد معاوية مارس مقاومة بس مو مقاومة حرب مو حرب عسكرية ومكروا ومكر الله إذا ما عرف في شلون يلعبها اللعبة كما هو ذاك يعرف اللعبة في نفس الوقت اللي توقف عن الحرب مارس أيضا موجودة هذه في تاريخ الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام مواقف كبيرة دائما عادة معاوية حتى الجماهير هاي الجماهير الشيعية تبقى بقيت على المقاومة ولكن ليست مقاومة حرب عسكرية إنما مقاومة عقائدية فلذا حافظ على الشيعة هؤلاء الشيعة على كل حال كيف بقيت بسبب أنه في نفس الوقت اللي ما عرضهم للقتل اللي كان في معرض أن يستغل هذا الجيش لاستئصال كل شيعة فدواحد أكو اسمه سدير الصيرفي الرواية في الكافي في المجلد الثاني صفحة 242 سدير أكو خلاف عنه هل ثقة أم لا السيد الخوي رحمة الله عليه يقول ثقة أكو خلاف إذا يكون ثقة الرواية صحيحة السند في الكافي يقول دخلت على أبي عبد الله الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام فقلت شوفوا شلون إنسان من أصحاب الإمام الصادق وحسب بعض الأقوال ثقة جليل شلون انفعال شوفوا يقول دخلت على أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام فقلت له والله لا يسعك القعود يعني ما يجوز لك تقعد لازم تنهض والله قال كنت八 سلم على الإمام شلون طريقة هذي فقال عليه الصلاة والدشاة شقة عباتي شفي كنت سلم بالله لا يسعك يعني ما يجوز لك تقعد لا يسع يعني لا يجوز هاذ شنو الطريقة شنو الطريقة التعامل مع الإمام معصوم هذي دخل شنون تفتهم انت باظر هاي الرواية في الكافية شوفوها فقال عليه السلام ولم يا سدي قال قلت لكثرة مواليك وشيعتك وأنصارك شكت أنت عندك موالي وشيعة وأنصار ليش قاعد ولو كان لأبيك أمير المؤمنين ما لك من الأنصار والشيعة ما طمع فيه تيم ولا عادي أمير المؤمنين إذا كان بقدك عند أنصار أنت الإمام الصادق تيم قبلة هذا الأول عديهم قبلة الثاني ما طمع فيه تيم ولا عادي فقال عليه السلام هو دا يروي الرواية يقول فقال عليه السلام وكم عساهم أن يكونوا أنت تتصور أني شقد ناس أوادم عندي فقلت مائة ألف فقال عليه السلام مائة ألف قلت بلى ومائتي ألف قال مائتي ألف قلت بلى ونصف الدنيا فسكت عليه السلام شو مسكين المام الصادق وعقان ويهدوا هذا من أصحاب الإمام الصادق نفس القضية حدثت مع الإمام الحسن عليه السلام إجا قال له هذا ابن أبي ليلى قال له أنت مائة ألف إنسان مقاتل يبذلون أرواحهم دونك يا أرواح يا بطيخ شنو أرواحهم من هذا شوف التاريخ فالإمام الصادق عليه الصلاة والسلام في هذه الرواية سكت شو يقول له يقول له يستنكر يقول له مائة ألف ذاك يزيد شيء لبعد يقول لا بل ومائتي ألف يقول له مائتين ألف يستنكر الإمام ذاك يقول له ونصف الدنيا شو يقول له هذا إمام شي يقول له قطية مسكين الإمام هو راوي يقول يقول سكت الإمام بعدين ركبنا ومشينا وصار وقت أذان نزلنا حتى نصلي الإمام كان هناك راعي يرعى جداء جداء جدي جدي يعني صخلة جداء راعي يرعى مجموعة جداء يقول الإمام قال لي الإمام الصادق هذا سديدين يقول يقول قال لي والله لو كان لي بعدد هؤلاء هذه الجداء من الأنصار والشيعة ما كان يسعني القعود يعني ما كان يجوز لأقعود يسعني استعمل نفس العبارة ذاك استعملها فيقول فعطفت عليها هو هذا سدير يقول فعددتها فإذا هي سبعة عشر شنو مئة ألف شنو نص الدنيا ما يفتهم هو من الموالين بس ما يفتهم القضية شنو ما يفهم اللعبات السياسية الكبرى والله هذه قلت لا تقاوم أبدا هو هذا الإمام هو هذا قلت لكم ابن أبن الليلة قل للإمام الحسن مئة ألف ويقول لهم بأبي أنت وأمي الإمام الحسن يعرف اللعبات يعرف ذوله ويعرفها من الإمام الحسن والله العظيم مغشيم ومعاجز يعرف شلان يلعبها هو هم بس لازم بالنتيجة يضع هامش للامتحان هاي الدنيا امتحان لازم الناس يمتحنون لازم النيات تطلع يعني إمام الحسن ما يعرفها معاوية يعرف ولو شاء ربك لا ما فعلوه كان يقدر يلعبها أحسن أكبر عقل خلقه الله هو عقل الإمام الحسن هذا هذا ينغلب والله العظيم ما ينغلب الإمام الحسن بس لازم تتبين دار دار امتحان خلقه مؤاخرة لازم يمارس بالطريقة الطبيعية ولكن عرف شلون يمارس أن يحافظ على هذه الطائفة إلى يومنا هذا وإلا كان هو قالها شنو قال قال لا إلا دفنا دفنا وسحقا سحقا كان يسحقها سحق وكان يعرف من الدهاء بهذه الطريقة والناس تدري تطيخ خيشة بيزات والله يجيب راس أبوه الناس تدري الصفقات انطر فلوس لفلان قاد جيش إمام الحسن اشترى بعد هذا من عمة لحمة من لحمة هذا من قريش أعرف القضية شنون لا أريد أن أفصل يجب الإنسان يعرف حقيقة قدر الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام إشقذ حق على الشيعة عظيم حقيقة أعقد ممارسة في حفظ الشيعة مارسها الإمام الحسن عليه السلام حتى أعقد من مارسه رسول الله صلى الله عليه هو المؤسس بلا شك ولا يكون أفضل من رسول الله بلا شك بلا شك وهذا من مسلمات العقيدة ولكن من حفظ الشيعة في أدق الممارسات الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام هذه المناسبة مناسبة الميلاد بعد غد ليلة الميلاد يوم الميلاد بعد غد الإنسان يحاول أنه على كل حال يعرف عظمة هذه الشخصيات البارزة بالخصوص أنه هذه عقيدتنا المعرفة في مقامهم وعظمتهم هذا زيادة في إيماننا الإنسان يعرف في الرواية تأكو من زاره عارفا فله حج ألف ألف حج ليش المعرفة هذه ما هو أنه بس إنسان يعرف أنه إمام مفترض الطاعة لا يعرف أنه كم له الحق على البشرية واقعا على القيم على الأخلاق على المبادع على الأصول الإلهية تبارك وتعالى هذا الإمام المغمور الإمام الحسن ما أحد يعرفه الحسين عليه الصلاة والسلام هم الله نزل آية وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين الحسين عارض مجرم بس الحسن ما كانت المجرم مجرم العدو كان شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض هذه الممارسة المهمة لحقيقة صانت التشيع وحفظت الدين وحفظت المبادع كلها نسأل الله تبارك وتعالى بحقه وبحق أوليائه أن لا يحرمنا معرفتهم ومعرفة فضائلهم ومقامهم ومقاماتهم العظيمة واقعا في البعد الديني وفي البعد الإنساني أيضا يحتاج إلى هذا واقعا إلى دعاء في خاصة هذا الشهر الفضيل الأدعية مستجابة الإنسان يدعو أنه يحصل معرفة بكل هؤلاء العترة الطاهرة وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الله أكبر الله أكبر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة